أوصى المؤتمر العربي حول تطوير منظومة حقوق الإنسان في الجامعة العربية الذي شاركت فيه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بتأييد مبادرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة والخاصة بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها مملكة البحرين وحول هذا الموضوع كان معنا عبر الهاتف في نشرة سابقة الدكتور أحمد فرحان الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالحقيقة لاقى مشروع جلالة الملك أثناء المؤتمر مباركة حوالي 120 منظمة ومؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بإضافة إلى حضور عدد كبير من رجال القانون ومهتمين لحقوق الإنسان إضافة إلى ممثلين من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان المؤمن أن ينتهي بالفريق الخبراء الآخر الذي قد تم تشكيله من قبل جامعة الدول العربية وعرض تصور معين للنظام الأساسي للمحكمة خلال المؤتمر الوزاري بعد نهاية هذه السنة اسمحني بس أن أهم خصائص هذه المحكمة يمكن أن نلخصها في مسائل بسيطة جدا أن يجب أن تكون هذه المحكمة مستقلة قضاة هذه المحكمة من رجال القانون متخصصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان من دول العربية أن تكون لهذه المحكمة اختصاصات واضحة في ملاحقات أو إصدار أحكام في شأن انتهاكات حقوق الإنسان اشتركوا في القانون